في الارض ولكن منطقيته في الارض لكن انا كوزار التموين مش معني ان انا اكون جهة تحقق من المستندات المقدمة الي من المواطنين وبناء على اي بيان يقدم من المواطن هو بيبقى مسئليته يعني فاندم لما اقول له هاتلي شهادة دخل المفروض ان انا بفترض ان الشهادة دي صحيحة من ديها تعمل اذا ثابتها اذا ثابتها عكس ذلك بيتم حرمانه من الخدمة التموينية لان بمعنى كده يبقى انا هراجع بقى وراء الاحوال المدنية هراجع وراء الوزارة الصحة احنا بنقول فيه ثقة في البيانات اللي بتقدم من المواطن عندنا ثقة في المواطن يبقى يا استاذ احمد على مسئوليته يعني انت فاندم لما بتقدم على اي معاملة فيها حكومية بتمضي تحت وهذه البيانات تأتم ملء الاستمارة او كذا على بناء على مسئوليت المواطن نعم طيب فانا بقترض فيه ان هو مواطن حسن الني حسن الني طبعا طيب حسن الني في اي مواطن يقدم بياناته لا بد ان تكون بيانات صحيحة لانه تبقى ليه استاذ احمد كمال متحدث بيس لوزارة التموين لو تم الكشف على انه في حد يقدم بيانات غلط هيحرم من مش كده تماما استاذ النشر بشكرك استاذ واقل مساء الخير اهلا بيك